معنى من الرباط مفدنا عبد الرحيم الفارسي عبد الرحيم إذن نفصلنا يوم واحد لانطلاق هذه الانتخابات كيف تبدو الأجواء كيف تبدو الشارع المغربي نعم ماجد أقل من 24 الساعة تكون مراكز الاقتراعات قد فتحت أبوابها وبدأ المسجلون في القوائم الانتخابية يتدفقون عليها الأجواء حتى الآن لا زالت هادئة ولكن يتوقع أن تتحرك الأحزاب في خطواتها الأخيرة لتدعم مرشحيها وتروج لكل واحد منهم نتحدث عن ألاف وبل عشرات من الألاف من المرشحين في الانتخابات المحلية البلدية إضافة إلى أكثر من ستة ألاف مرشح للانتخابات النيابية الصراع كما ذكرت ربما يتركز بين أربعة أحزاب سبقة لثاني منها أن شرك في الحكومة المنتهية ولايتها وآخران كان في المعارضة حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرها المعارضان حزب العدالة والتنمية والأحرار اللذني كان في الحكومة السابقة كل هؤلاء سيتصارعون من أجل الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد ثم تتجاه حسب ما فهمناه من قراءات متعددة سواء في شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال اتصال بالشارع أن هناك غضب من أداء الحكومة الحالية وهناك مسعى لتغيير الواقع خاصة أن المكونات الحكومة المنتهية ولايتها أصلا كانت تعيش سراعات وتقاطبات شديدة بين حزب العدالة والتنمية وآخرين وبالتالي فربما الصوت الذي ينحو نحوه الناخب المغربي هو التغيير طيب من الرباط موفدنا عبد الرحيم الفارسي شكرا جزيلا لك